افتتحت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية مكاتبها في العاصمة السورية دمشق بحضور رسمي فلسطيني وسوري وعربي من مختلف الفئات وخلال مراسم الافتتاح أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف على ضرورة افتتاح هذا المكتب في دمشق كجسر للتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني والسوري وهذه لحظة عزيزي على قلوبنا جميعا على قلوب أبناء شعبنا في الوطن والشتات أن يروا هذا الإنجاز افتتاح مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني هنا في دمشق عاصمة العاصمة لكل العرب التي حقيقة احتضنتنا لسنوات طويلة وكان لهذا البلد فضل كبير على كل أبناء شعبنا الفلسطيني ولم تقصر يوما من الأيام تجاه شعبنا وتجاه قضيتنا وسيعكف مكتب دمشق على إعداد وتقديم برامج متنوعة وفقرات يومية لقنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون ومنها قناة مساوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة